الفيديو الاثناشر من سلسلة أمراض الغدة الدرقية وهنبدأ فيه كلامنا على النص التاني من السلسلة دي وهنتكلم على مشاكل الهايبر سيروديزم أو ارتفاع نشاط الغدة الدرقية السلام عليكم أنا حسين لطفي وحرطك بالتابع قناة اكتواس فرماسيست حلقة كل يوم خميس من خميس الصيادلة أهلا بك في البداية وكالعادة دي تهناء بسيطة لكل أصحابنا اللي بيتابعونا وبيجاوبوا على السئلة بتاعتنا وفي نهاية كل حلقة زي ما اتفقنا هيكون فيه سؤال إجابته هتلاقيها مستخبية في الحلقة أو هتلاقيها موجودة في لينك أسفل الحلقة بالتوفيق للجميع في فيديو النهاردة هنتكلم بشكل عام جدا يعني مش هنخش في أي تفاصيل عميقة هناخد بس كده تفتيح للمواضيع ايه هو الهايبر سيروديزم ايه الأعراض بتاعته ايه التحاليل بتاعته ايه هي أهم طرق العلاج وطبعا دي الطريقة اللي تعودنا عليها مع بعض أي موضوع كبير علشان يفضل في دماغك دايما نخليه عبارة عن جراف كبير خد إطار كبير وخليه محفوظ في دماغك بعد كده بقى ضيف التفاصيل اللي انت عاوزها لكن دايما لازم يكون فيه خطوط عريضة في دماغك وانت بتقرأ أو بتذاكر أو بتحفظ أي حاجة فتعالوا بقى كده نحكي الحدودة بتاعتنا ونتكلم عن الهايبر سيروديزم في كام نقطة بسيطة جدا أول حاجة كلمة هايبر سيروديزم عبارة عن نصين هايبر معناها زيادة نشاط وسيروديزم جاية من ان الهرمون بتاع الغدة الدرقية السيرويد هرمون زاد في الدم معنى كده ان تي فور في الدم التحليل بتاعه هيبقى عالي جدا وفي بعض الأماكن مش هتلاقي كلمة مكتوبة هايبر سيروديزم هتلاقيها مكتوبة فيرو توكسيكوزيس هي نفس المعنى هي كأنها بالزبط هايبر سيروديزم فما تتخضش من الكلمة البوينت التانية مش هنرجع بقى نتكلم على سيرويد هرمون وازاي بيتكون وبيتوزع في الجسم ازاي والشيال بتاعه بيكون اسمه ايه وكل التفاصيل دي كل العنوين دي احنا عرفناها بالتفاصيل المهمة فلو حضرتك اول مرة اتبعنا ارجع شوف السلسلة من اولها هتفهمك وهتوضح لك حاجات كتيرة جدا البوينت التالتة يا ترى بقى ايه هي اعراض الهايبر سيروديزم ارتفاع نشاط هرمون الغدة الدرقية طبعا كلنا فاكرين كلمة سيرويد هرمون معناها طاقة معنى كده ارتفاع نشاط الغدة الدرقية زيادة هرمون السيرويد معنى كده ان جسمي بيحرق بشكل عالي جدا ده الاساس اللي في دماغنا طب تعالوا بقى نطبق المبدأ ده على الاعراض اللي هتظهر عند الشخص اللي عنده مشكلة الهايبر سيروديزم اول حاجة وزني بينزل بشكل مبالغ فيه بالرغم ان الشخص ده لعمل ريجيم ولا ضايت وبياكل كويس جدا طب وده سببه ايه؟ سببه ان هرمون السيرويد رافع جدا معدل الحرق عنده البيزل متابوليك ريت بتاع الشخص ده بيكون في السماء فجسمه عمال يحرق اي اكل بيأكله وكمان الحاجات المخزونة في جسمه بتتحرق الحاجات التانية يعني جسمه دايما حار في سخونة في الجسم دايما بتبقى درجة حرارته عالية حتى في عز الشتاء والبرد وطبعا ده السبب بتاعه الانتاج العالي جدا من الطاقة ونقف هنا في نقطة مهمة جدا جدا فحلقة فاتت من اسبوعين تقريبا اتكلمنا على المينو بوز او اعراض انقطاع الطمس عند السيدات وقلنا السيد اللي بتوصل لسن 45-47 بتبدأ عندها اعراض لخبطة في الدورة الشهرية وبيحصل عندها hot flashes اللي هي الهبات الحرارية وبيحصل عندها light mints يعني كمية الدم اللي بتنزل كل شهر بتبقى اقل من الطبيعي ولو حضراتكم فاكرين في الحلقة دي قلنا ان بيحصل دايما لخبطة ما بين اعراض انقطاع الطمس وما بين اعراض نشاط الغدة الدرقية علشان كده اي ست في العمر ده وبتحصل عندها الاعراض دي حرارة hot flashes عندها مشاكل في الدورة لخبطة في المواعيد وفي كمية الدم لازم نتأكد بالتحاليل الاول هل هي فعلا بداية سن انقطاع الطمس ولا مشكلة في الغدة الدرقية وهسيب لينك الحلقة دي في الوصف اسفل الفيديو اللي عاوز يرجع ليها العرض التالت زيادة في عدد ضربات القلب ولو الموضوع زاد عن حده ممكن يدخل الشخص ده في مشكلة فشل في عضلة القلب congestive heart failure بالاضافة لعرق متزايد على مدار اليوم الشخص دايما متوتر والان مش على بعضه دايما عنده رعشة في الايد عنده صعوبة في النوم دايما عصبي وكل الكلام ده بسبب ان هرمون الغدة الدرقية بيزود جدا من نشاط العصب السيمباساوي او السيمباساتيك نيورنز العرض الرابع دايما الشخص ده بيكون عنده إسهال لان الامعاء بتتحرك بشكل مبالغ فيه على مدار اليوم الشخص ده دايما بيبقى عنده إديمة بريفرال إديمة يعني هتلاقي دايما رجلي منفخة ومورمة طب وده ليه؟ لأن هرمون السيرويد بيشتغل على الأوعيات الدموية وبيخليها توسع توسيع الأوعيات الدموية بيخلي يحصل لكرج للفليودز يعني تسريب للسوائل والبروتين اللي موجود جوه الأوعيات الدموية تطلع للأنسجة وتنفخ الرجلين دايما الشعر هيبقى خفيف يعني مفيش تساقط ولكن بيبقى فيه يعني الشعراية نفسيها القطر بتاعها بيقل العين بتبقى بروبتوسز يعني فيه جحوز في العين انت دايما شايف الشخص ان هو مبرق ليك محدق فيك دايما شايف أغلب بياض العين قدامك الدوافر دايما بتنفصل عن القعدة بتاعتها علشان كده بيسموها البلمرز نيل الوجه هتلاقيه دايما محمر بزيادة دي أشهر الأعراض اللي بتظهر عند الشخص اللي عنده هايبر سيروديزم أو ارتفاع نشاط الغداء الدرقية البوينت الرابعة فيه كده كلمة دايما هتسمحها كتير هنتكلم عليها قدام وهنعرف تفاصيلها من الألف للياء لكن دايما خليها في بالك واعرف التعبير ده فيرويد ستورم من الاسم بتاعها كده عاصفة ودي بتحصل لما الغداء ترمي كمية هرمون بشكل كبير جدا في الدم مرة واحدة طب وده ممكن يحصل ازاي على سبيل المثال شخص بيأمل عملية والغداء انجرحت فالمخازن بتاعت الهرمون اتفتحت والهرمون نزل في الدم بكمية كبيرة جدا والنتيجة ممكن تبقى عنيفة وممكن تكون مميتة في بعض الحالات لان الشخص حرارته بترتفع جدا وده ممكن يعمل تشنجات ويأثر على وظائف المخ هنلاقي عنده عدد ضربات القلب عالية جدا وده ممكن يدخل الشخص فئة الرزمية او عدم انتظام لضربات القلب وان شاء الله هنتعرف عليها في وقتها بالتفاصيل وازاي كمان بنعالجها النقطة التانية معانا في حلقة النهاردة وهي التحاليل بقى بتاعت الشخص بتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا في اول السلسلة دي اول حاجة ببص عليها هو تحليل TSH TSH منخفض معناها ان انا عندي فدي اول حاجة تبقى في دماغي طيب انا عرفت تحليل TSH تاني حاجة بدور عليها هو تحليل T4 سواء الفري او التوتل T4 عالي و TSH منخفض خلاص ده بالنسبة لي حالة primary hyperthyroidism واضحة وصريحة طيب لو لقيت TSH منخفض لكن رحت دورت على T4 و T3 لقيتهم تقريبا في النورمال معنى كده من حالة ايه؟ نحالة subclinical hyperthyroidism ليه قلنا hyperthyroidism؟ لان TSH عندي منخفض طيب وليه قلنا subclinical؟ لان انخفاض TSH لسه مؤثرش على تحليل T4 و T3 وطبعا اتكلمنا على النقطة دي بالتفاصيل قبل كده في اول حلقات السلسلة دي طيب هل في تحليل تانية بنعملها؟ ولا بس بكتافي بال TSH و T4؟ لا طبعا في عندي تحليل تانية مهمة جدا اول حاجة بعمل تحليل الكوليسترول هلاقيه منخفض جدا لان زي ما احنا عارفين ان هرمون الغضة الدراقية بيحرق الكوليسترول وبيخرجه من الجسم بشكل عالي الحاجة التانية الدكتور بيعمل تحليل بنسميه Radioactive iodine uptake وهنا ببساطة لما بحط يود مشاع هلاقي الغضة تسحب منه كمية كبيرة دايما الرقم هيبقى طالع فوق الـ 50% ببساطة الغضة محتاجة يود علشان تصنع الهرمون فلو خدت كمية كبيرة من الايودين المشاع معنى كده ان نشاطها عالي جدا طيب ايه التحليل كمان اللي ممكن نعملها هي تحليل الـ Autoimmune الخلايا بتاعت المناع فاكرين لما اتكلمنا على الـ Hypocyrodeas وكان اشهر حاجتين عندنا هما TG والTBO هنا في حالة الـ Hyber عندنا كمان تحليلين مهمين جدا لخلايا المناعة TSI او Cyroid Stimulating Immunoglobulin وعندنا للـ TRAP Cyroid Receptor Stimulating Antibody TSI من اسمها خلايا مناعة بتلبس وتتمكيج وتعمل نفسيها كأنها TSH جاي من المخ علشان كده هتلاقي الفرق بس في الحرف الأخير Immunoglobulin يعني جزء من المناعة هتروح على الغدة وتتعامل معها كأنها TSH تقوم تنشط من إنتاج السيرويد هرمون أما النوع الثاني من خلايا المناعة او اللي احنا قلنا عليه للـ TRAP هنا خلايا المناعة هتروح ترتبط على الـ Receptor بتاع TSH في الغدة الضرقية وبالتالي تركيز TSH في الدم حتى لو قليل هيخلي الغدة تفرز كمية هرمون بشكل عالي جدا فتبقى المحصلة عندي سواء مع TSI أو مع التراب الغدة هتطلع لي كمية هرمون عالي جدا وزي ما قلنا إن حالات الـ Autoimmune مع الـ Hypothyroidism بنسميها هشيموتو كمان هنا أشهر حالة مع حالة الـ Hypothyroidism إذا كانت جاية من المناعة بنسميها الـ Graves تيجي هنا نقطة غريبة جدا 70% من الناس اللي عندهم Hypothyroidism وروح نحللنا خلايا المناعة في دمهم لقينا فيها TSI أو Trap بنلاقي معاهم TG و TBO هتقول لي الله بش أنت قايل قبل كده إن مشاكل المناعة 90% من الناس اللي عندهم Hypothyroidism أو انخفاض في نشاط الغدة الدراقية بيكون عندهم TG و TBO إيه بقى اللي جاء بالـ TG و TBO في حالة الـ Hypothyroidism؟ أقول لي حضرتك بقى كده خليك ناصح وانت قطأ وانت بتقرأ أي تحليل إنت لما ترى التحليل هتلاقي إن الأرقام بتاعة TSH وبتاعة T4 بتقولك إن دي حالة Hypothyroidism أمال TG و TBO جايين هنا ليه؟ ببساطة ده دليل على إن في مشاكل في المناعة بتاعة الشخص ده عنده Autoimmune Process بتحصل في جسمه حالة هياج للمناعة في الجسم لكن الـ TG و TBO ما أثرتش على الغدة الدراقية اللي أثر وليه Upper Hand كانت خلايا المناعة التانية TSI والـ Trap فما تطلق بطش وانت بتقرأ التحليل دي خليها في دماغك الناس اللي عندهم Hypothyroidism ساعات هنلاقي عندهم TG و TBO 70% من الحالات هنلاقي عندهم الـ 2 دول مرتفعين في الدم علشان كده خليها في بالك حالة لـ Graves معناها T4 عالي TSH منخفض TSI أو التراب عاليين في الدم تالت عنوان معنا النهاردة وهو يا ترى الـ Hyperthyroidism هي حالة مناعة بس أوتوميون بس تروح تهيجلي الغدة علشان تطلع هرمون ولا في أسباب تانية عندنا سبع أسباب ممكن ينتج عنها زيادة في إفراز هرمون السيرويد أول وأشهر وأكبر حاجة اللي احنا لسه متكلمين عنها حالة لـ Graves يعني أوتوميون هتروح تشتغل على خلايا الغدة الضرقية زي معرفنا أشهرهم TSI وطبعا في حالة لـ Graves هلاقي إن الغدة اتضخمت علشان كده بيسموها الجويتر جويتر معناها غدة متضخمة السبب الثاني بيسموه Toxic Nodular Goiter ببساطة كلمة جاية من نديولز معناها كلاكيعة كلاكيعة دي معناها جزء معين في الغدة حجمه كبر الحجم اللي ما بيزيد معناها إن الجزء ده هيفرز كمية هرمون بشكل أعلى وناخد بالنا كلمة نديولز ما هياش أورام نديولز دي قصة تانية وهتلاقي في الكتب في منها أشكال مرة يقول لك Toxic Multinodular Goiter أو Toxic Yoni Nodular Goiter يعني عندنا كلكيعة واحدة ودي اللي بيسموها Plumber Disease السبب الثالث وهو Syroid Adenoma هنا بقى في عندي كانسر عندي ورم سرطاني في الغدة الضرقية حجم الغدة بيكبر فلما النسيج بتاحها هيزيد شئ طبيعي إنه هيفرزلي كمية Syroid Hormone عالية السبب الرابع Inflammation يعني التهاب في نسيج الغدة أيا كان السبب على سبيل المثال Infection بكتيريا أو فيروس صابت الغدة الضرقية عمل التهاب في النسيج للتهاب ده عمل دامج في الخلايا بتاعة الغدة لما يحصل إصابة في الأنسجة تقوم الأنسجة تطلع الهرمون بتاحها بشكل عالي في الدم السبب الخامس حالة بنسميها جود بازيدو يعني إيه؟ يعني آيودين زيادة هو اللي عمل لي زيادة في إنتاج السيرويد هرمون فلو قارتها بالتعبير ده جود بازيدو ما تتخضش هي هيها بتساوي آيودين Induced Syro Toxicosis يعني السبب هو زيادة استهلاك الآيودين بشكل مبالغ فيه طيب ودي بتحصل إزاي؟ شخص عنده ضعف الغذى بشكل عالي جدا عنده نقص في كمية الآيودين في الدم بشكل عنيف الشخص ده بقاله أيام أو شهور ما بيأكلش كويس فالغدة نشطها قليل جدا مش لاقي المصدر الأساسي بتاعها لما ييجي بقى الشخص ياخد أكل طبيعي ويكون فيه كمية آيودين عالية تقوم الغدة تسحب كمية الآيودين ده بشكل عنيف وتنتج منه كمية هرمون بشكل كبير يقوم يحصل عند الشخص ده سيروتوكسيكوزيس أو زيادة في إفراز هرمون الغدة الضرقية السبب السادس Neonatal Hypercyroidism يعني جنين في بطن أمه طبيعي الجنين نفسه ما عندوش مشاكل ولكن الأم عندها Graves Disease عندها خلايا مناعة بتتنقل من الدم للمشيمة بتاعة الجنين وتأثر عليه السبب السابع والأخير وهو إن فيه ورم في الغدة بتاعة المخ البتيوتري جلاند البتيوتري جلاند حصل فيها ورم زودت جدا من إنتاج TSH هرمون TSH بيزيد في الدم يوصل للغدة الضرقية يخالي الاستجابة بتاعتها عالية جدا تقوم تزود من T4 في الدم ودي الحالة الغريبة إن هيكون عندي TSH عالي وكمان T4 عالية وده عكس الكلام اللي إحنا لسه قيلينه في التحاليل ودي الحالة اللي بنسميها Secondary Hyperthyroidism يعني الhyperthyroidism مش جاي من الغدة الضرقية ده الhyperthyroidism جاي من خارج الغدة الضرقية علشان كده بنقول عليه Secondary مش primary العنوان الرابع والأخير في حلقة النهاردة وهي العلاجات اللي إحنا بنستعملها في علاج الhyperthyroidism طبعا منشان نتكلم عليها بالتفاصيل زي ما اتفقنا الحلقة دي بس كده مجرد تفتيح مواضيع نفتح مخنا ايه الصورة العامة بتاعة الhyperthyroidism طبعا اختيارنا للعلاج هيكون بناءا على السبب اللي إحنا لسه قيلينه يعني لو عندي في ورم في البتيوتر جلاند هيبقى لها طريقة علاج مختلفة عن ان عندي ورم في الغدة الضرقية هيكون لها طريقة علاج مختلفة عن ان عندي نيديولز وهتبقى طريقة العلاج مختلفة لو عندي مشكلة الجريفز كل حاجة من دي هيبقى لها طريقة علاج اول نوع من العلاجات وهو ان أدوية تروح توقف لي تصنيع السيرويد هرمون في الغدة الضرقية يمكن اشهر مادة عندنا هي الكاربيمازول طبعا اغلبنا يخش يدور على الكاربيمازول مش هيلاقي موجود في التكست بوك الكبير هنا حضرتك هتدور على الميسي مازول لان ببساطة الكاربيمازول هو البرودراج بتاع الميسي مازول فدي صح ودي صح وهنتكلم عنها بالتفاصيل في وقتها النوع التاني من العلاجات ادوية تروح توقف لي تحويل تي فور لتي سري في الخلايا في البريفرال تيشوز لو حضراتكم مفاكرين ان تي سري قوته على الجسم اعلى بكتير من تي فور وهنا بيكون العلاج اللي بيقوم بالدور ده المشهور جدا الطريقة الثالثة من العلاج وهي الجراحة الدكتور بقى بيخش يشيل جزء من الغدة الضرقية الجزء اللي بيزود جدا من افراز السيرويد هرمون فاغلب حالات الجراحة المريض اللي بيبقى عنده خايبر سيروديزم بيخرج من العملية وهو عنده خايبو سيروديزم وبيكمل حياته بياخد سيروكسين بياخد تي فور فالحالة بتاعت الشخص ده بتقلب من هايبر تبقى خايبو سيروديزم الطريقة الرابعة من العلاج ان قدي الشخص ده ايودين مشعة ريديو اكتف ايودين سيروبي طب الايودين المشع ده بيعمل ايه؟ ايودين يعني هيخش يتركز في انسجة الغدة الضرقية والانه مشع فهيموت لي جزء من النسيج بتاع الغدة الضرقية وكمان في الحالة دي في الأغلب المريض بيقلب من هايبر هيبقى هايبو سيروديزم لاني موت جزء من الغدة الضرقية الطريقة الخامسة من العلاج الحقيقة بقى نقدر نقول عليها أدوية مساعدة يعني هي مش هتخفض نشاط الغدة الضرقية ولكن بنستعملها علشان تقلل القصار الجانبية اللي بتحصل من السيرويد هرمون يعني هنستعمل كورتيزون هنستعمل أدوية من نوع الكالسامتشان البلوكر هنستعمل أدوية من نوع البيتا بلوكر هنستعمل ايودين او لوجل سوليوشن وان شاء الله هناخد كل حاجة منهم بالتفاصيل بعد كده بكده يكون فيديو النهاردة انتهى أول فيديو معانا في النص التاني من سلسلة أمراض الغضة الضرقية أتمنى أن يكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة في النهاية ما تنساش ده سؤال الحلقة دور على الإجابة وسيب لإجابتك في التعليقات كل مصادر الماتيريا اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينك أسفل الحلقة تقدر حضرتك تحملها بشكل مجاني وكمان الفيديو هتلاقيه موجود في لينك أسفل الحلقة تقدر كمان حضرتك تحمله بشكل مجاني ياريت لو عاكم محتوى للفيديو والقناة تعمل لايك وسبسكرايب وشير شكرا شوفكم الحلقة الجاية من أكتوس فرماسيست في أمان الله